لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءاتنا في لقاء جديد من لقاءاتنا حول هذا الشرح المبارك شرح المقدمة الآجرومية رحم الله مصنفها ورحمنا معه وجميع المسلمين الدرس السابع عشر الأسماء المبنية النحو أيها الإخوة والأخوات قصة خذ النحو على أنه قصة كلمة تتركب مع غيرها تفيد معنا جملة مفيدة سنحكم على آخر هذه الكلمة هل هي معربة أم هي مبنية كلمات تعرب وكلمات إيه تبنى وكانت لنا مع الكلمات المعربة وقفات ونحن الآن نقف مع الكلمات المبنية في اللغة وعلامة تبنى وأجملنا هذا في الدرس السابق فقلنا الحروف كلها مبنية لا محل لها من الإعراب والفعل الماضي وفعل الأمر الفعل الماضي وفعل الأمر مبنيان دائما المضارب أحيانا يبنى وأحيانا يعرب فيعرب إذا خلأ آخره من نون النسوة أو نون التوكيد ويبنى إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد الأسماء منها ما هو معرب ومنها ما هو مبني سوف نتحدث الآن عن الأسماء المبنية ما الأسماء المبنية في اللغة العربية الأسماء المبنية الضمائر كلها مبنية الضمائر كلها مبنية ما الضمائر هذه الكلمة نسمعها كثيرا الضمائر جمع ضمير والضمير اسم يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب متكلم كالذي يقول أنا أو نحن مخاطب تخاطب أنت المفرد المذكر فتقول أنت والأنثى تقول أنت والمسنى أنتما وجمع الذكور أنتم وجمع الإناث أنتن تتحدث عن غائب مذكر فهو غائبة هي والمسنى هما وجمع الذكور هم وجمع الإناث هن هذه ضمائر وكذلك أيضا الضمائر المتصلة فأنت تقول عندما تقول فهمت الدرس فهذا ضمير متصل تاء المتكلم فهموا هذه واو الجماعة هن فهمنا هذه النسوة وسوف تأتي دراسة أخرى للضمائر في باب النكر والمعرفة دراسة تفصيلية لكننا هنا نقول هذه الضمائر ما حكمها إذا جاءت مبنية هل يمكن أن نمثل نعم فلو قلنا مثلا أنا أحب العربية فهذه الكلمة سوف نقول هذا ضمير ما حكمه معرب أم مبني مبني على ماذا نقول أنا مبني على السكون هل له محل من الإعراب نعم المكان هذا مكان المبتدأ فالمبتدأ مرفوع إذن هو في محل رفع طيب نقول إياك نعبد في فاتحة الكتاب العزيز نعبد مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة وفاعله ضمير المستتر فيه تقديره نحن نعبد نحن إياك هذا ضمير والضمير مبني إياك على الفتح وأيضا منه من يقول إن الضمير إيا فهو مبني على السكون والكاف في هذه الحالة ليس ضميرا وإنما هو حرف خطاب فلو قلت إن الضمير هو إيا فهو مبني على السكون والكاف حرف خطاب الحروف ما حكم الحروف مبنية كلها ك مبني على الفتح إذا كأن إياك كلمتان إيا ضمير والكاف حرف خطاب طب هذا ضمير مبني على السكون هل له محل من الإعراب في محل نعبد نحن إياك إياك هذا مفعول به في محل نصب مفعول به تقول مررت به سلمت عليه هذا ضمير ضمير مبني مبني على ماذا نقول به عليه فهو مبني على ماذا على الكسر مبني على الكسر هل له محل من الإعراب نعم الباء تجر ما بعدها وعلى تجر ما بعدها تقول في محل في محل جر نخلص نخلص من هذا أن الضمائر كلها مبنية سواء كانت منفصلة أو كانت متصلة وسوف تأتي دراسة تفصيلية لذلك لكن إذا وقع تحت يديك ضمير فقل هو ضمير مبني على ولاحظ الحركة التي تنطق بها الضمير أنا سكون به الكسر نحن الضم وهكذا ما المبني من الكلمات العربية الضمائر كلها خلاص نقطع اللي احنا بنمسح فيه ده محمد وأنا كده الصحيح مرة أخرى ما المبني من الأسماء الضمائر كلها مبنية كما رأينا كذلك هذا وهذه وهؤلاء من أسماء شارع أو نستطيع أن نقول بعبارة أدق من هذه أسماء الإشارة ما عدا هذين وهاتين هل يمكن أن نوضح هذا بأمثلة؟ نعم نشير إلى مفرد مذكر فنقول هذا هذا أخي ونشير للمفرد المؤنثة فنقول هذه أختي ونشير للجمع سواء كان مذكرا بهؤلاء بهؤلاء أخوتي أو هؤلاء أخواتي فلاحظ معي هذا هذه هؤلاء هؤلاء فهذه أسماء هشهرة معربة أم مبنية مبنية طب لماذا استثنينا هذان هذين وهتين هذان وهتين هذان للمثنى المذكر وهتان للمثنى المؤنث واستثنينا هذين وهتين لأنهما تعربان إعراب بل المثنى فلو قلت مثلا هذان صديقان أدخل إن إن هذين صديقان ماذا تلاحظ هل ثبت هذا الاسم أم تغير تغير ونحن نتحدث عن أسماء مبنية يعني لا تتغير عند دخول العوامل عليها هذا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعي الألف لأنه مثنى وهذا اسم إن منصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى وتقول سلمت على هذين الصديقين اسم مجروم بعلا وعلامة جريه الياء لأنه مثنى يعني قد تقول نحن لم نأخذ المسنى نقول نعم إن شاء الله عندما نأخذ المسنى تعرف أنه يرفع علامة رفعي الألف وينصب ويجرب الياء لكني قصدت أن أبين لك أن هذا الاسم من أسماء إشارة يعرب إعراب المسنى لأنه يتغير كلما تغيرت العوامل الداخلة عليه كذلك أيضا هاتان هاتان فتاتان أدخل إن إن هاتين فتاتان سلمت أو مررت بهاتين على هاتين الفتاتين على هاتين فلاحظ معي هذا مبتدأ مرفوع علامة رفعي الألف لأنها مثنى هذا اسم إن منصوب علامة نصب الياء لأنها مثنى هذا اسم مجرور بعلا وعلامة جره الياء لأنها مثنى إذا كل أسماء الإشارة مبنية ما عدا صغة المثنى سواء كان المذكر أو المؤنس الأسماء المبنية الضمائر كلها مبنية أسماء الإشارة ما عدا هذين وهتين طبعا نحن قلنا هنا هذين مرعة للإعراب ما عدا هذين وهتين لكن هما في الأصل هذان وهتين طيب كذلك أيضا الأسماء الموصولة مبنية ما عدا هذين هذين اللذين واللتين وهما أيضا في غير السياق اللذان واللتان فالاسم الموصول هذا إن شاء الله له باب الاسم الموصول عندما نتحدث عن المعارف والنكرات فهو اس يدل على مفرد مذكر الذي أو التي الذين لجمع الذكور اللائي بالهمزة أو اللاتي بالتاء لجمع الإناث فالذي هذا اسم الموصول لأنه تأتي بعده جملة تسمى جملة الصلة فلو قلنا مثلا حضر الذي تفوق في علم النحو مثلا فلاحظ معي أن الذي حضر هو الذي حضر في الماض الذي فاعل عند إعرابه نقول اسم موصول هل هو معرب أم مبني مبني على ماذا على السكون السكون الذي الياهدي ساكن طيب موقعه من الإعراب هنا فاعل الذي حضر الذي هو الذي حضر فهو فاعل الفاعل مرفوع نقول في محل رفع طيب قرأت القصة التي التي اسم الموصول مبني أو معرب مبني على ماذا على السكون ما محل الإعرابي أنا أقول لك هو نعت للقصة القصة منصوبة ونعت المنصوب منصوب إذن هو في محل نصب نعت أنا لا أريد أن أشق عليك في معرفة النعت والحال والتمييز هذا سيدرس إنما أن تعرف أنه مبني الذي مبني التي مبني الذين اسم مبني يعني لو قلت أنت مثلا سلمت على الذين أعرب الذين اسم موصول مبني على ماذا على الفتح في محل ماذا في محل جرب بعلا رأيت اللاء أو رأيت اللات هذا اسم الموصول مبني على السكون رأيت فعل وفاعل واللاء أو اللات وقعت عليهم الرؤية هذا مفعول به والمفعول منصوب إذن هذا في محله نصب إذن الأسماء الموصولة أيضا مبنية ما عدا صيغة اللذان أو اللتان أو يعني ما عدا اللذين واللتين هل يمكن أن نسأل لماذا استثنينا اللذين واللتين يمكن نقول حضر اللذان نجحا هذا فعل مرفوع ما علامة الرفع الألف لأنه مثنى فرأيت اللذين نجحا هذا مفعول منصوب علامة النصب ماذا أليا تقول سلمت على اللذين نجحا هذا اسم مجرور وعلامة جره أليا كما قلنا في هذين وهتين تعربان إعراب المثنى فكذلك أيضا اللذين والإي والتين ما الذي يبنى من الأسماء العربية الضمائر كلها مبنية أسماء الإشارة ما عدا هذين وهتين الأسماء الموصولة ما عدا اللذين واللتين ما الذي يبنى أيضا من الأسماء العربية الضمائر أسماء الإشارة ما عدا هذين وهتين أسماء الموصولة ما عدا اللذين واللتين أسماء الاستفهام ما عدا أي أسماء الاستفهام إن شاء الله تعالى تدرس الاستفهام الجملة تطلب بها تعيين مطلوب فأردت أن أسألك عن اسمك سوف أقول ما اسمك أسألك عن صديقك فأقول من صديقك أسألك عن حالك أقول كيف حالك أسألك عن عدد الصور التي قرأتها كم صورة قرأت أسألك عن الزمان متى السفر فهذه نسميها أسماء استفهام أين تسكن استفهام ما اسمك من صديقك كيف حالك كم صورة قرأت متى السفر أين تسكن هذه أسماء استفهام كلها مبني كلها مبني ما مبني لنا على السكون من كيف ودل مبني على السكون مبني على السكون مبنية أي استثنوا أي لأن أي معربة فأنا أقول أي كتاب قرأته هنا هي مبتدأ وأقول أي كتاب قرأته هي هنا مفعول به وأقول بأي صلاتك اعتددت البحر فجر وأي اسم مجرور ماذا تلاحظ أي أي يبدو أن هذا الاسم من أسماء الاسفان معرب أم مبني معرب إذن أسماء الاسفان ما عدا أي أسماء الشرط ما عدا أي أسماء الشرط عندنا باب في النحو اسمه أسلوب الشرط فلو قلت لك من يتق الله يجعل له مخرجا ففي الحقيقة هاتان هاتان جملة هاتان جملة جملة يتق الله وجملة يجعل له مخرجا والأولى شرط في الثانية يعني لا تتحقق الثانية إلا بالأولى يتق الله يجعل له مخرجا هذه أداة شرط ربطت بين الجملتين اسمه شرط فهو مبني هنا على السكون فأسماء الشرط أسماء الشرط مبنية ما عدا أي مثل لذلك ما تفعله من خير يعلمه الله ما هذه اسمه شرط المبني على السكون متى تزرع الخير ماذا يحدث تجنه فهذا اسمه شرط مبني على السكون أينما تكون ماذا يحدث يدرككم الموت فهذا اسمه شرط وهي كلها مبنية ما عدا أي وحكايتها كما في الاستفهام أنها تأتي معربة أي 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 فإن جاءت اسمه شرط فهي أي فهي معربة وليست أسماء الشرط ما الذي يبنى أيضا من الكلمات العربية يبنى من الكلمات العربية الأعداد المركبة مع العشرة ما عدا اثني عشر أو اثنتي عشر نريد أن نفهم العدد حداشر دع اثني عشر أو اثنتي عشرة العدد ثلاث عشرة حتى تسع عشرة هذه الأعداد الواحد تركب مع العشرة الثلاثة مع العشرة الأربعة مع العشرة الخمسة مع العشرة التسعة مع العشرة تسمى الأعداد المركبة وهذه الأعداد هذه الأعداد المركبة مع العشرة مبنية دائما فعلى ما تبنى تبنى على فتح الجزئين أنا أطمئن إخواني وأخواتي هذه رؤوس دروس سوف نعود إلى تفصيلها إن شاء الله في بابها ولكن ما الذي نفعله الآن نحن نقول إن الكلمات العربية معربة وبعضها مبني الحروف كلها مبنية الأسماء منها ما هو معرب ومنها ما هو مبني فإن عرفت ما يبنى منها دائما وما يبنى منها في مواضع معينة تستطيع أن تحكم بالإعراب على ما بقي فما الذي يبنى من الأسماء المبنية الضمائر كلها مبنية تستطيع أن تقول عندما أجد ضميرا أقول ضمير مبني على كذا في محل كذا عندما تجد اسم إشارة غير هذين وهتين تقول اسم إشارة مبني على كذا في محل كذا والأسماء الموصولة ما عدا اللذين واللتين وأسماء الاستفهام وأسماء الشرط ما عدا كذلك يبنى هذه الأعداد تبنى على فتح الجزءين أي تبنى على فتح الجزء الأول والجزء الثاني عندنا باب باب العدد في النحو لكننا نقول إذا وجدت تقول مثلا حضر كم حضر اليوم حضر أحد عشر طالبا الفعل حضر فعل ماض لا بد أن يكون له فاعل من الذي حضر العدد هذا هو الذي حضر إذن هو فاعل هل نقول أحد عشر لأنه فاعل لا العرب تقول أحد عشر الجزء الأول مبني على الفتح والجزء الثاني مبني على الفتح فلنقول فلنقول رأيت أحد عشر كوكب إني رأيت أحد عشر كوكب رأيت هذا فعل وفاعل الرؤية وقعت على ماذا وقعت على العدد العدد مفعول به منصوب فهل هذه فتحة النصب لا هي فتحة البناء أحد عشرة إذن هو مفعول به مبني على فتح الجزء طيب سلمت على أو مررت به أحد عشرة رجلا أحد عشرة ما الذي تلاحظه أيها المبارك نلاحظ أن العدد أحد عشرة هنا في محل رفح لكن الجزء الأول مبني على الفتح الجزء الثاني مبني على الفتح وهنا في محل نصب وهو مبني على الفتح مبني على الفتح وهنا في محل جر مبني على الفتح مبني على الفتح فاحكم أن مثل هذا العدد مبني دائما على فتح الجزئين هل هذا يخص العدد أحد عشر فقط لا أي عدد من ثلاث عشر إلى تس عشر لقد استثنينا العدد اتناشر لماذا لأننا نقول هنا مبنيون على فتح الجزئين هذا العدد أوله اثنان أو اثنتان فتعرب عراب المثنى تقول حضر اثنى عشر رجلا هذا بالألف مرفوع علامة رفع الألف رأيت اثني عشر رجلا وتقول سلمت على اثني عشر رجلا ماذا تلاحظ؟ نلاحظ أن العدد اثنان رفع بالألف كالمثنى تماما ونصب بالياء وجر بالياء وأنه لم يثبت على حالة واحدة حتى نقول أنه مبني بل هو معرب وحذفت النون تخفيفا لا نقول حضر اثنان عشرة ولا رأيت اثنين عشرة ولا سلمت على اثنين عشرة ويدرس ان شاء الله في بابه اذا مما يبنى الاعداد المركبة مع العشرة ما عدى اثني عشرة واثنتين عشرة فان هذه الاعداد تبنى على فتح الجزئين تبنى على فتح الجزئين ماذا نقصد بالجزئين؟ الجزء الاول هو الاعداد احد ثلاث سبع تسعة المركبة مع العشرة اما العدد اتناشر قلنا له حكاية العدد اثنين او اثنتين هذا العدد يعرب اعراب المثنان وتبقى العدد عشرة او عشرة مع العدد اثنين المبنية على الفتح اذا الجزء الاول يعرب اعراب المثنان ننتقل الى اسم اخر مبني من الاسماء المبنية الظروف المركبة تركب احد عشرة انا لا افهم هل من توضيح نقول نعم سندرس الظرف سواء كان ظرفا زمنيا او ظرفا مكانيا متى حضر محمد حضر صباحا ومتى ذهب علي مساء صباحا ومساء ظروف للزمان اين اين الكتاب فوق المندضة فوق تحت جنب امام هذه ظروف مكان فلو ركبنا ظرفين كما نركب احد مع عشرة صارت مبنية على فتح الجزئين العرب يقولون محمد يأتينا صباحا مساء هذا يريدون ان يقول ان يقولوا محمد يأتينا دائما فعبروا عن هذا صباحا مساء ظرفان تركب مع بعضهما تركب احد عشرة فصار مبنيين على فتح الجزئين عندنا باب اسمه باب الظروف كذلك يقولون وبعض القوم يسقط بين بين بعض القوم يسقط بين بين هذا ظرف وهذا ظرف تركب مع اخيه تركب احد عشرة لبيان الحال ايضا اذا تركب تركب احد عشرة عندنا باب اسمه باب الحال ايضا مما يبنى علم الانثى على وزن فعالي العرب كانت تسمي بناتها بناتها على هذا الوزن فعالي يعني يقولون فطام وحزام فطام وحزام وطبعا اما يستشد النحاب بقول الشعر في حزام هذا اذا قالت قالت حزام فصدقوها فان القول ما قالت حزام قالت هذا فاعل وحق الفاعل ان يكون ايه مرفوعا فلم نقل حزام وانما قلنا ايه حزام فلو واحد مننا سمى ابنته على هذا الوزن فطام طبعا تصير اضحكت زميلتها لكن من السنة ان نستحسن اسماء ابنائنا وبناتنا على كل حال فطام حزام من اسماء بنات العرب هذا مبني على الكسري هل هناك اسماء مبنية ايضا او يمكن ان تقول بعبارة ادق اسماء ملازمة للبناء ملازمة للبناء نقول نعم ختم من الاعلام ب ويه ابو نحو سيبا ويه ابو نحو فلو قلت سيبا ويه تقول سيبا ويه هل مبتدأ وحق المبتدأ ان يكون مرفوعا لكننا نقول سيبا ويه خمارا ويه نفطا ويه فاسم ختم بكلمة ايه ويه على وزن فعالي يبدو ان فعالي هذا مبنيون على الكسر سواء كان علما او كان ذما للايه للانسة على وزن فعالي يقول الذام للمرأة يا لكاعي يا لآمي يعني يا لكيعة يا لئيمة لكاعي طبعا المشهور لكاعي يعني بطيئة لكن يا لكاعي يعني يا لئيمة فهو يذموها مستخدما هذا الوزن فعالي يا لكاعي يا لئيمة ما الذي يبنى ايضا من الاسماء بعض الظروف تبنى مثل الان حصحص الحق الان مبنيون على الفتح حيث مبنيون على الضم منذ مبنيون على الضم امسي بشروط معينة مبنيون على الكسر يمكن يمكن أن نختصر ونقول هناك أسماء معربة تبنى في دروس خاصة وهذا وهذا قد أشرت أشرت إليه عندما قلنا رجل هذه كلمة معربة فلو قلت مثلا لا رجل في البيت إن شاء الله في درس اسمه لا النافية للجنس هذا اسمه لا مبني على الفتح هل هو مبني دائما مثل الكلمات المبنية دائما لا هو لأنه هنا في هذا المكان اسمه لا النافية للجنس مفرد فهو مبني على الفتح ناديه ناكرة مقصودة فتقول يا رجل انتبه فهذا منادى مبني على الضم إذن هو ليس مبنيا دائما وإنما هو معرب ولأنه وقع هنا منادى وهو ناكرة مقصودة بني على الضم أخشى بعد هذا الجمع أن تستصعب أنت هذا نقول لك لا 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 تستصعب إنما جمعنا لك رؤوس دروس فيها كلمات مبنية ثم سنعود إن شاء الله نفصل هذا الذي نريده منك أن تعرف أن هذه الكلمات مبنية أي أن العرب نطقوا بها وآخرها ثابت لم يتغير في مواقع مختلفة عندما تغيرت عليها عوامل الإعراب أيضا إحصاء هذه الأنواع مهم أن تعرف أن الضمائر كلها مبنية وأن أسماء الإشارة ما عدا هذين وآتين والأسماء المنصودة ما عدا اللذين واللتين وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام واحد اسم الشرط يأتي مرة اسما للشرط ومرة أخرى اسما للاستفهام ما عدا أي بعض الظروف مبنية وبعضها معرب والظروف إذا تركبت تركب أحد عشرة في الباب الحال أو في باب الظرف فهو مبني على فتح الجزئين والأعداد 11 إلى 19 معد 12 مبني على فتح الجزئين ما ختم من الأعلام بكلمة ويه مثل سيبا ويه صرت فعالي سواء كانت علما أو كانت ذما للأنثة مثل قالت حذامي ويا لكاعي تحصي هذا تجمعه الله سبحانه وتعالى ينفعك به أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يعلمنا وأن يفهمنا يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم وأن يبارك فيكم وأن يجعل هذا الوقت الذي تجلسونه في طلب العلم قربة بين يديه إنه جواد كريم وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على مصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة